عامان مر على اجراء اخر انتخابات لمجلس النواب التي اجريت في الثاني عشر من ايار بالعام الفين وثمانية عشر هذان العامان كانا ملي اين باحداث وتطورات فرضت تأثيرها على الساحة السياسية والشارع العراقي الانتخابات لم تكن خالية عند اجرائها او احتساب نتائجها من المنغصات والتشكيك وتعرضت الى اتهامات بالتلاعب والتزوير وانتقادات بشأن الية اجرائها وفرز الاصوات الكترونيا تبع ذلك حادث تعرض عدد من مراكز العد والفرز الى حرائق كانت سببا في اثارة المزيد من الشكوك ودعوات لاعادة عملية العد والفرز وهو ما تم بنهاية الامر في مراكز ومحافظات عديدة لكن الاعادة لم تأتي بجديد او فارق يذكر ما ترتب على نتائج الانتخابات لم يكن خاليا ايضا من المعرقلات لكن الامور آلت في نهاية المطاف الى تشكيل حكومة عادل عبد المهدي التي بدأت بعملها وسط اجواء غير مريحة وكانت الاتفاقية مع الصين ابرز ما توصلت اليه بدأت بعدها مرحلة كانت التظاهرات الشعبية التي انطلقت في بغداد ومعظم محافظات الوسط والجنوب ابرز معالمها وما رفقها من عمليات قتل للمتظاهرين وظهور مفردات ومصطلحات جديدة مثل المطعم التركي ثم تصاعدت الازمة بين ايران والولايات المتحدة على الارض العراقية ادى كل ذلك الى اعلان عبد المهدي لاستقاله وحكومته التي تحولت الى حكومة تصريف اعمال لتبدأ معها مرحلة تكليف رئيس جديد للوزراء بدأت بعد جدال ومناكفات بتكليف محمد توفيق علاوي الذي سرعان ما اعلن اعتذاره ثم تكليف عدنان الزرفي الذي سرعان ما لاحق بسابقه بعد الاحداث العاصفة وتداعيتها تولى مصطفى الكاظمي دفة القيادة للبدء بخطوات وقرارات ولدت الارتياح لمختلف شرائح المجتمع العراقي الذي لا يزال ينتظر الامن والاستقرار والخدمات